الحكومة اليمنية اتهامها لمالك سفينة الشحن الروبيمار بالتهون وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذها بعد إصابتها مباشرة وقال أن تغرق في منطقة جنوب البحر الأحمر جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته خلية إدارة أزمة السفينة مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة التي استهدفتها الميليشيا الحوثية في 17 فبراير الماضي قبل تميناء المخاب وخلال الاجتماع أكد وزير الشؤون القانونية اليمني وجود اتفاقية بحرية دولية تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة وكانت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا أكدت أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاما للتعافي من تسرب الوقود والأسمد التي كانت على متن سفينة روبيمار وعبرت المنظمة عن قلاقها البالغ إذا الكارثة البيئية التي تهدد البحر الأحمر وخليج عدن بسبب غرق السفينة روبيمار والتي ستحرم مئات الألاف من الصيادين من أعمالهم ومصادر رزقهم من مأرب الدكتور عبدالقادر الخراز الخبير البيئي ونفطي مرحبا بك شكرا لوجودك معنا الحكومة حملت مالك روبيمار ما حصل وطالبته بحسب المعطيات لدينا من أن يعوم السفينة ثم سحبها إلى خارج المنطقة لكنه لم يبدي أي استجابة مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا للأسف أنه ربما لن يبدي أي استجابة وهذا واضح أصلا منذ البداية مالكي السفينة لم يتحركوا نهائيا منذ بداية الضربة الخاصة بميليشيا الحوثي لهذه السفينة بل حتى لما بقيت هذه الباخرة شبه غارقة أي تقريبا 50 إلى 60% غارق منها لم تتحرك حتى التحالف الدولي لأمريكا في البحر الأحمر وبالتالي يبدو كما طرحنا الفرضية أنه يراد لهذه الباخرة أن تغرق أساسا هي الباخرة عمرها الافتراضي كما ذكرت معكم في أكثر من لقاء عمرها الافتراضي قرب على الانتهاء وبالتالي من مصلحة مالك السفينة أساسا عدم تعويمها وعدم إخراجها وبالتالي أخذ التأمين هنا نحن أمام أكثر من إشكالية هناك أكثر من بزنس في المسألة هذه بزنس ربما الذي هو دفن نفايات خطرة وأيضا بزنس آخر بما يتعلق بالتأمين لهذه السفن وبالتالي مثل هؤلاء لا ينظروا لما أنت تسأل عن المصلحة العامة لليمن عن مصلحة الحفاظ على البيئة والثروات البحرية لا هذا آخر ما يفكروا فيه ولذلك بالنسبة لهم لن يتحرك أو لن يرد في الأخير هو ربما يجاري خلية الأزمة في اجتماعات وعلى خلية الأزمة أن تعرف أن هذه هي مجارعة وبالتالي هناك إجراءات عليهم أن يتحركوا فيها بالنسبة للحكومة الشرعية وخلية الأزمة طيب مالك ربيمار صرح لرويترز أن السلطات الجيبوتية واليمنية رفضت سحب السفينة في تلك الفترة إلى موانئها وأيضا كانت هناك محاولات لسحب السفينة إلى موانئ أخرى قريبة ومع ذلك لم يتم أي شيء وأنت قلت أنه ربما نوع من البزنس تركت هذه السفينة تغرق في البحر لدفن مواد خطرة كما قلت ولكن أمام العالم بعد 12 يوما نعم هذه هي كانت ستغرق بدون أحد أن يعلم لكن عندما كشفت الحقيقة وهذا تحركت القنوات منها أنتم كالعربية الحدث وغيرها وصلت للباخرة قبل ركز أنه وصلت خلية الأزمة وأعظام خلية الأزمة إلى الباخرة قبل غرقها بشكل كامل وكان بالإمكان أخذ عينات من المواد التي على ظهر السفينة ولكن للأسف لم يتم حدث بعدها بعدما ظهر النشر الإعلامي حول ما يحدث في الباخرة قامت مليشيا الحوثي وضربت الباخرة مرة أخرى لإغراقها بشكل نهائي فكانت هذه زي إخفاء كل القرائن والأدلة أو إنها أي قرينة أو دليل ممكن أن يؤخذ مباشرة ويتم تحليله وبالتالي هي لما كشفت المسألة بدأ يظهر لك يعني يقول لك أنه لا أنه يمكن المواد هذه أيضا لا تسبب أيضا أنه هناك عرقلة من الحكومة الشرية طيب دكتور عبدالقادر فقط يعني بعد غرق السفينة وعجرني على المقاطعة لأنه هناك معلومات مهمة بعد غرق السفينة بيومين صرح المالك بأن المواد التي على متنها هي من مادة الفوسفات وغير خطيرة وهذا كان عكس ما نشر في عدة جهات بأنها تحمل نترات الأمونيا ما الأهداف من هذا التضارب من تضارب المعلومات فيما تحمله السفينة بالنسبة للسفينة هي تحمل فوسفات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم وهي أسمدة كيميائية معروفة ولديها مخاطرها وأيضا ضمن الشحنة طبعا هي لا تحمل نترات الأمونيوم هي أيضا نترات الأمونيوم أسمدة ولكن قواص نترات الأمونيوم وفوسفات الأمونيوم تختلف حتى من ناحية قابلية الانفجار وذوبانها في الماء ففصفات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم قابلها للذوباء في الماء بسرعة وهذه الخطورة أيضا ضمن بوليسيت الشحنة الخاصة بهذه الباخرة عندما يأتي يقول لك مالك السفينة أنه لا غير خطرة من ضمن التحذيرات في بوليسيت الشحنة أن لا تتسرب سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل هذه المواد في المجاري المائية أي في البحار والبحيرات والأنهار وبالتالي تحذر بوليسيت الشحنة من هذا الموضوع هذه طبعا تتناقض مع ما يقوله مالكي السفينة أو غيرهم أو من يحاول التغطية على خطورة هذه المواد أيضا هذه الباخرة هي تحمل حمولة سائبة وأساسا هذه الأسمدان المفروض أن تكون مغلفة ومحكمة ومحكمة الإغلاق ولكنها في باخرة سائبة وهذا من ما يتحمل مالك السفينة أساسا هناك مخالفات قانونية على مالك السفينة أو الشركة التي تملك السفينة وبالتالي يجب التوجه نحو الجزء القانوني والمخالفات القانونية أيضا التي ارتكبتها إلى جانب ما أتحدث عنه حول بيزنس في سواء التخلص من الباخرة أو دفن نفاة خطرة الجانب الآخر والذي هو أيضا يثير القلق أن كثير من الجهات ظلت تتفرج على الوضع سواء كما ذكرت التحالف الدولي لأمريكا واليوم نحن أمام ظاهرة نفسها لو تلاحظ أنكم قبل ثلاث أيام أو أربع أيام حتى قبل عدة أيام هناك باخرة إلى الآن لا يعرف ما هو مصيرها تتشابه في المواقف التي حصلت معها مع نفس روبي مار وهي باخرة ترو كونفيدنس إلى الآن لا يعرف ما مصيرها تم إنقاذ الطاقم مثل ما عمل في روبي مار ولم يتم إنقاذ الباخرة وإلى الآن الباخرة أيضا في المنطقة التي ضربت فيها ولا يعرف هل غرقت ماذا حدث لها ما هي الحمولة التي عليها هناك طبعا هذا هو ما نتحدث عنه في خطورة الوضع الموجود وكيف أنه ربما مليشيا الحوثي داخلها مع ما فيها الدول يوم منهم هذه الشركة أساسا التي كما ذكرنا مكتبها في لبنان يعني وإدارة الشركة في لبنان وهذا يذكرنا طبعا هو نترات الأمن يوم هي اللي انفجرت في مرفأ لبنان وهي أسمدة أيضا وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك ربط لكثير من القرائن والأدلة الموجودة اليوم يجب على خلية الأزمة أن لا تبقى في قضية الاتصالات والمحاولة مع المالك يجب أن تتحرك في قضية جنائية على جهتين على مليشيا الحوثي التي ستسبب الضرر في مثل هذه الأعمال أيضا على ملاك السفينة أنفسهم وهم أساسا سوريين ولبنانيين هي فقط ترفع علم أو سجلت في مارشال قبل أن ينتهي الوقت دكتور عبد القادر وعذرني على المقاطع في سؤال أخير الخبراء الأمميون الذين تستعين بهم الحكومة اليمنية هل سيكون قولهم هو الفصل والثقة فيهم عالية اليوم أنا بالنسبة لي لا أثق حقيقة فيما سيطرحه سواء كان بالنسبة أنه يذكر تلوث أو أنا أشك أنهم سيذكرون أن الأثر لن يكون فوريا أو سريعا سيحاولوا التغطية لأن الخبراء في الأخير هناك مصالح حتى للأمم المتحدة ونحن ذكرناها في أكثر من اللقاء حتى معكم بعض أحيانا للتغطية فمثلا أنا أربطها فقط بقضية تمويلات نزع الألغام التي سلمت لمليشيا الحوثي وهي من تزرع الألغام وبالتالي كيف للأمم المتحدة التي سلمت هذا واضح هذه التمويلات أنها ستأتي لم تفكر في الإنسان ستفكر في البيئة البحرية وما سيؤثر على الإنسان فبالتالي سيكون يجب أن يكون هناك فريق وطني نظير لفريق الأممي بحيث أنه نعم أنا آسف دكتور وقتنا انتهى وقتنا انتهى دكتور عبدالقادر الخراز الخبير البيئي والنفطي شكرا جزيرا لك على كل ما تفضلت به